المزير المالية بيصدر اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد ونص مشروع قانون المالية العامة الموحد النهاردة جمتحت قبة البرلمان وأقر نظام جديد للموازنة العامة للدول خليه بس عشان الموضوع ده موضوع بنكلم فيه من 20-30 سنة إن عندنا 59 موازنة موازية لموازنة الحكومة في الحكومة الموازنة بتاعت الحكومة الإرادات والمطرفات والأبواب الباب الخامس والثالث والأخير عارفيني الحاجات دي أو بتسمعوا عنها لكن فيه موازنات موازية للهيئات الاقتصادية والجهات اللي لها موازنات خاصة زي مثلا هيئة قناة سويس زي هيئة البترول زي هيئات كتير جدا موجودة 59 هيئة موجودين 59 جهة وهيئة لهم موازنات الموازنات دي مش موازنة الحكومة النهاردة القرار الجديد الإصلاح الحقيقي اللي تم إن كل هذي الموازنات تدمج يعني يتم ضمها للموازنة العامة للدولة المصري ما هو مش خارج الدولة ده لازمته إيه؟ ده إجراء خلينا أقولك إجراء تصحيحي إنت عندك بيجي لك دخل من أكتر من جهة يعني أنت شغال مدرس وبيجي لك عائد من قراطين عندك في البلد ومرتبك من الترباء والتعليم وبيجي لك عندك بيت مأجار وبيجي لك إيجار بيت وبتدي إشارة دروس خرصية بيجي لك شغال عائد كل دول مع بعض لما يجي أقولك إنت دخلك إيه؟ تجيب لورقة المرطب بتاعك بتاع الحكومة هل هذا يعكس حقيقة دخلك؟ طبعا لا وهكذا الحكومة بنقول الحكومة برا لمؤسسات الدولية تقولك إنت إرادتك قد إيه؟ دكتور محمد معيتي يقول لهم عندي إراداتي 2 تريليون ونص ياه البلد دي كلها 2 تريليون ونص جيبهم منين لك الدرايب ومش عارف كم وكذا حقيقة الأمر لما أجي أضيف التسعة وخمسين جهة اللي هما قناة سويس والهاي العمل بترول والشركة المية والشركة الكهرباء ما هي كل الحاجات دي؟ طبعا للدولة بس لها موازنات خاصة فلما حط هذه الموازنات مع الموازنة بتاعت الحكومة هلاقي الإرادات بتاعتي ترتفع من 2 تريليون مثلا يعني إلى 5 تريليون زي المدرس لما يجمع مرتبه من الترباء والتعليم على شواء الدروس خصية على إيجار البيت على إيجار إراداتيين في البلد هيعملوا دخل أكبر من الدخل اللي كان بيشوفوا من الشي بتاع المرتب بتاع الترباء والتعليم والحكومة نفس الكلام أنا بجيبها بالبندي بختصر بس بقول إيه أهمية المشروع إيه؟ إنه يعكس حقيقة الأرقام والتدفقات النقدية والإرادات والمصروفات الدولة بتجي لها إرادات قد إيه؟ 2 تريليون ونص لا والله بيجي لها 5 بتصرف قد إيه؟ بتصرف مثلا 6 كله على بعضه يبقى عندي عجزة قد إيه؟ عندي تريليون مثلا يعني أنا بضرب مثلا لكن لما كل موازنة لوحدها في جهة ما عنديش صورة كاملة للموازنة العامة للدولة ما عنديش صورة حقيقية أمام الجهات الخارجية وأمامي أنا ناتج المحلي الإجمالي بتاعي كام؟ 7 تريليون 8 10 12 معرفش الرقم الناتج المحلي الإجمالي بتاعي اللي بقيس عليه النمو وبقيس عليه التدخم وبقيس عليه العوائد الدخل الفرد كل حاجة بقيسة على الناتج المحلي الإجمالي ده في عوار أيضا الناتج المحلي الإجمالي لمصر في عوار محتاج سرعة إصلاح إيه هو العوار؟ الرقم المعلن للناتج المحل الإجمالي غير حقيقي زي عام لأن فيه اقتصاد موازي غير مسجل الدولة مش شايفها أو شايفها مش عارفة تضمه أنشطة كثيرة سواء يعني الناس مش عايزة تكلم أقول بقى عجالين لا فيه مصانع وفيه شركات وفيه ناس بتشتغل بزنس برا لإطار بتاع الدولة بقول ده كله اقتصاد بسموه اقتصاد موازي لو دخلته دمجته في الاقتصاد الرسمي هيرفع الناتج المحل الإجمالي بما لا يقل عن 50% لا يقل عن 50% ده بيضبط أرقامك بيخلي عندك اقتصاد بمؤشرات بأرقام يمكن أن الناس تبصلها بنظرة مختلفة الناتج المحل الإجمالي بتاع المجتمع المصر بمئة مليون بينتج قد إيه في السنة ده الناتج المحل الإجمالي بينتج قد إيه بمفاع التصدير بيتخصم منها الوردات لأن الوردات دي مش شغلي الاستراد اللي جايبهم برده مش شغلي مش شغلي للبلد ده شغلي بلد تانية شغلي مجتمعات تانية أنا جايبه بيكمل عندي زي الأمح اللي بجيبه زي مش عادة إيه اللي بجيبه ده كل ده منتج لم ينتج في مصر وإنما تم إنتاجه في مجتمعات أخرى اتزارع بره وأنا استوردته في نفس الطريقة أنا بزر حاجات وبصدرها وبصنع حريد وبصدره بصدره بره بس أنا أنتجته إجمالي إنتاج البلد دي كلها رقم هو أهم رقم اللي بيسموه الناتج المحل الإجمالي أو الناتج القوم الإجمالي أو الجي دي بي ده أهم رقم معدل النمو بيتحسب عليه كان في المئة من الناتج المحل الإجمالي وقبل كده الرئيس أكتر من مرة يتكلم مع المسؤولين يقول مثلا قطاع الصناعة قطاع الصناعة سمع في الناتج المحل الإجمالي بقد إيه الناتج المحل الإجمالي بتاعي عشرة تليون مثلا الصناعة كان في المئة منه عشرين طب لما أجيب بقى صناعات وأزود وأعمل سمعت في الناتج المحل الإجمالي زيادة قد إيه الزراعة بتسمع في الناتج المحل الاجمالي قيمتها نسبتها في الناتج المحل الاجمالي قد ايه برضو لازم انا يكون قدامي معيار القياس بتاعي انا قطاع السياحة عظيم حلو جدا بيسمع في الناتج المحل الاجمالي كام نسبته في الناتج المحل الاجمالي كام قيمته في الناتج المحل الاجمالي كام زاد نقص ثابت ده معيار مهم جدا لكل شيء سياحة التصدير الصناعة الخدمات التعهيد المواني كل ده عايز اعرف كل قد الناتج المحل الاجمالي كل قطاع حسته كان في الناتج المحل الاجمالي وابدأ ازود الخطط التنموية او خطط النمو عشان اوصل لرقب ما انا عايزه هزا البلد محتاج نموه في السنة مش قال من 7% 8% مش قال مش قال ليه عند زيادة سكانية زيادة السكانية المفروض لو او 2% سنويا لازم يكون ثلاث اضعافها معدل نمو يعني انتاج والنمو الانتاجي صناعي وزراعي صناعي وزراعي لازم اركز في الصناعة والصناعة تجويد الصناعة تسهيل اجراءات الصناعة والزراعة الزراعة اللي هي المدخل الاساسي للحياة البشرية زراعة وصناعة وانسياحة خدمات كل ده في الاخر لازم كل ده يتطور لان ده اللي اسمه الاقتصاد الحقيقي في اقتصاد حقيقي في ايدي ملموز مش بقى المدربات والبورثة والمصارف والقصة تاني لكن كل ده هو انعكاس للاقتصاد الحقيقي لو ما عندكش اقتصاد حقيقي ملموز زراعة وصناعة انسى انسى صحية